حلقة النهاردة من الحلقات المميزة والمطلوبة بشدة واللي انا بلاحظ زيادة الطلب والتفاعل عليها في القناة كل ما بتكلم في الموضوع ده بالاخص وده اندل على شي يدل على ان المجال ده من المجالات المميزة والمطلوبة بين كل الناس حرفيا في الوقت الحالي فليه ما تبدأش ليه ما تاخدش خطوة لقدام وتبدأ تجرب انت مش خسران اي حاجة وخلاصة الاول انا جاي كلمك النهاردة عن زي تقدر تعمل او تنشئ او تمتلك سيرفر زيادة عدد المتابعين او باستخدام اللي موجودة في مواقع مختلفة يعني حلقة النهاردة تبع حلقة عملية من اول ديه الاخر ديه تقدر في النهاية تمتلك موقع بالايجار تقدر من خلاله تجيب ارباح وارباح محترمة جدا جدا انت مش ملزم تدفع فلوس كتيرة جدا جدا لأ انت شغال بالايجار حرفيا فانت وقت ما تحب تخلص وتنهي التعاقد وتقفل الموقع بتاعك انت برضو مش خسران اي حاجة وانا بقول لك ان ما دام فتحت موقع انت هتفتح مواقع تانية مش موقع واحد بس بجانب الموقع ده وده للارباح اللي موجودة جوا منه حلقة النهاردة ومجرم اطول عليكم هتبقى عملية من اول ديه الاخر ديه فعايزك تسمع كل كلمة وتفهمها كويس جدا جدا وتبدأ تطبق معايا خطوة بخطوة وانا ان شاء الله اي سؤال هرد عليه في التعليقات ولو احتاجنا نعمل حلقة تاني ونبدأ على بركة الله اتمنى من كل قلب تدعمونا باللايك والشار والكومنت واهم حاجة انك تشترك في القناة وتقول لي مهتم بالموضوع ده ولا لا ونبدأ على بركة الله يلا بينا غير ما اطول عليكم اكتر من كده هدخل على طول على الشرح العملي وهكلمكم النهاردة زي ما قلنا في المقدمة على انشاء سيرفر بيع متابعين وبيع مشاهدات وبيع تفاعل بوجه النعام او بيع خدمات يعني الاس ام ام بانل بس هنتكلم النهاردة على طريقة من خلالها هتقدر تنشي السيرفر ده بدون استضافة وبدون خبرة برمجية وبدون كمان الحاجة الى تعديل او تنصيق حاجة معينة في الموقع لو في حاجة خدبت يعني وبدون الحاجة الى امتلاك ثيم او سكريبت او شكل او ايا كان كل الكلام ده انت هتنشيه بالايجار بمعنى اخر انت هتأجر لوحة خاصة بيك واللي انت محتاج تمتلكه هو دومين باي امتداد من اي موقع فاحنا جاينا نتكلم النهاردة على تأجير اللوحة الفرعية للس ام ام سيرفر من خلال موقع فولوورز تشيب وهنشرح النهاردة شرح عملي باستخدام الموقع اللي قدام منك ده وليه الموقع ده يا ريان لان الموقع ده بالأخصة اتكلمت عليه كتير قبل كده في القناة ونزلت اكتر من حلقة حرفيا تثبت ان الموقع ده من افضل المواقع ويعني فيها تنوع محترم من الخدمات واسعار رخيصة وكويسة جدا جدا ومن ضمن المميزات دي هي ميزة تنتالك موقعك او اللي موجودة جوه الموقع اللي موجود قدام منك لو عاستعرف اكتر ليه احنا او ليه انا بفضل الموقع ده من بين باقي المواقع التانية هتلاقي اكتر من حلقة موجودة في القناة بنتكلم عنها في الموقع ده واسعلكم ان شاء الله اللينكات في وصف الفيديو ده مش موضوعنا موضوع النهاردة هو ان شاء لوحة فرعية باستخدام الموقع اللي قدام منك ده انت مش محتاج خلاص تمن وممكن يتخطى التلتمية دولار بالثيمات او الاشكال بتاعته انت مش محتاج خبرة برمجية لانه لو في اي مشكلة حصلت في الموقع بتكلم الادمن الخاص به هو اللي بيعدلها لك تمام انت مش محتاج تشتري استضافة لمدة كبيرة او استضافة كبيرة اللي هي ممكن برضا نتخطى المئة دولار في السنة لانك عايز استضافة كويسة تستحمل خلاص الطلبات اللي هتحصل او الضغط او اللود اللي هتحصل عندك من خلال طلب الخدمات وارسالها واستقبالها باستخدام الابي اي يعني خلاص تقول انت بتأجر بتأجر لوحة بتأجر موقع كامل متكامل في كل اللي انت محتاجه من بوابات دفع من مميزات من خدمات من الى اخره كل حاجة انت محتاجه حرفين في الصفر بتاعك بتلاتين دولار شهريا ممكن انت تشوف تلاتين دولار شهريا دي سعر عالي ولكن هي دلوقتي مقبولة علشان بس فيه سيونة للوحة وفي خدمات تانية بيقدمها لك صاحب الموقع هنشوفها ما بعطينا شترح عملي المهم من غير مطول عليك قبل ما تخش وتجرب خش كده للصفحة دي وابدأ اجراء الكلام ده وشوف المميزات وشوف للصور اللي انت هتحصل عليها وليه تشوف صور اصلا مدام انت هتشوف دلوقتي الشرح عملي قدام منك هتسجل في الموقع خلاط التسجيل من هنا تمنى البيانات اللي قدام منك اسم المستخدم بريد ديكتروني الواتساب بتاعك اللي والرقم يعني وكلمة المرور واكدها مرة تانية وعلم على انا لست برنامج روبوت ودوس كده على كلمة اشتراك بعد ما تدوسها على كلمة اشتراك هتسجل الدخول وتخش على لوعة التحكم الخاصة بيك جوة الموقع نفسه اول حاجة ده اسمنا نعملها اننا نضيف رصيد جوة الموقع علشان نشتري او نأجر اللوحة لاول شهر لينا وايه الميزة في التأجير يا ريان انك بتجرب بتشوف بدل ما تشتري بربعمية دولار خمسمية دولار ادوات واستضافة وإلى اخره لا انت بتدفع تلاتين دولار لاول شهر وبتجرب بتشوف المجال ده مربح بالنسبة لك هل هو ده اللي انت هينفع تشتغل عليه ولا لا فانت هنا بتجرب مش خسرين حاجة بعد شهر بتنهي التعاقد ومعندكش ادنا مشكلة تمام هنضيف كده او هندوس كده على اضافة الاموال وعندك اكتر من طريقة تمام والاكتر من طريقة دي متاحة لكل الناس في كل الدول في كل حتة حرفين خلاص عندك بوابة دفع كاشير بتتفع فيزا ومدى ومستر كارد دي متاحة للمصريين بشكل عام وللدول العربية عندك نفز لي لو هتدفع بدافون كاش وببال في دفع عيادة وبالمناسبة وعندك بير في النهاية يعني لو انت موجود في اي دولة في الوطن العربي وعايز تدفع ممكن برضو لو الطريقة دي مش نفع معاك تكلم الدعم خلاص ومن خلال تزاكر الدعم الموجود هنا يبدأوا يوفروا ليك الطريقة اللي تدفع بيها للموقع فانت تشحم بتلافين دولار للموقع نفسه عندك هنا اقل حد ادنى هو خمسة دولار واعلى حد تدفعه هو متين دولار بعد ما تدفع الارباح بتاعتك او الفلوس بتاعتك بتظهر عندك فوق هنا وبيظهر لك هنا يا باشا يعني الدفعات اللي انت دفعتها للموقع نفسه نخش دلوقتي بقى على اللوحة الفرعية وركز معايا احنا محتاجين قبل ما نخش على الخانة دي اننا نشحن الرصيد شحنناه خلاص ان يكون عندنا دومين من اي موقع باي نطاق قال عندي دومين اسم مريان سبعة وتسعين دوت شوب خلاص من موقع هوستنجر اشتريته تقريبا بواحد دولار تمام هابدأ اشتغل على دومين ده او هابدأ اشتغل على المنصة دي بالدومين ده خلاص اللي يهمني دلوقتي انا ان انا هخش على عادي جدا جدا من هنا وخش على دومينز هركز معايا ومن دومينز هخش على دومين بتاعه عشان بس تبقى ماشي معايا خطوة بخطوة هيدخلني على الصفحة دي انا محتاج النيم سيرفرز ركز معايا كلمة دي اللي انا محتاجة خلاص فانا هاخد الدومين نفسه كده من فوق كوبي او نسخ تمام وهاجي هنا بيقول لي حطي لي اسم الدومين مثال دومين دوت كوم متحطش دابل دابل دابلو لحط الدومين نفسه دوت كوم على طول او دوت شاب او ايا ان كان الامتداد بتاعه فانا دوميني اسمه سبعة وتسعين دوت شاب تمام هاخد انا ايه باشا النيم سيرفر ده تمام من هنا وارح الجاي ضيفه هنا في الحتة دي خلاص هدوس كده عكلمة من هنا هدخلنا على الصفحة دي هتشانج انا النيم سيرفر دي هعدل اول واحدة خلاص وهاخد التانية اعدلها هم عندك اتنين بتغيره تمام احطها بالشكل ده يبقى انا كده عملت ايه غيرت النيم سيرفر الاساسيين الخاصين بالدومين انا اشتريته للنيم سيرفر الخاص باللوحة نفسها ودوس كيه عكلمة بعدما ادوس على كلمة ثواني سواني معدودة خلاص طبعا بتاخد تقريبا اربعة وعشرين ساعة احنا مش عايزين الاربعة وعشرين ساعة هو ممكن اقل من اربعة وعشرين ساعة بتتغير معي اصلا ولكن انت بتستنى اربعة وعشرين ساعة مهم احنا احنا غيرنا اهو زي ما هو مدينا هنا. احنا غيرناهم عندنا هنا. تمام? هنيجي بعد كده نحط العملة. احنا طبعا بنسيب العملة مفتوحة ما تغيرهاش لجنيه او لكده عشان بس لو في حد تاني موجود من بره مصر. ده لو انت هتستهدف العالم كله يعني. لو هتستهدف العالم العربي او العالم كله. فخليها ايه? زي ما هي ما تخليهاش اي حاجة تاني. خليها بس دولور. تمام? وتحت هنا اسم المستخدم المسؤول الاب من الخاصة بالموقع بتاعك والباسورد بتاعه. وهنا هتأكد الباسورد مرة تانية. بعد ما بنأكد الباسورد مرة تانية بيقول لك هنا السعر بالشهر هو تلاتين دولار. هدوس كده على اكد الطلب. وبعد ما بدوس على اكد الطلب. استنى معي بس دقيقة اقل من دقيقة بالكتير. هيتم كده خلاص بيقول لك قيد الانتظار. قيد الانتظار دي اللي هو معاك من ساعة لاربعة وعشرين ساعة ان شاء الله. هتلاقي الموقع بتاعك انشئ يعني خلاط الموقع بتاعك تم وهيظهر لك في المنطقة دي انه تم يعني فهنفل الفيديو دلوقتي وهنستنى لحد ما يتم انشاء اللوحة الخاصة بنا ونرجع نشرح اللوحة من جوه. زي ما اتشايفيني شباب رجعتلكم بعد ما تم تفعيل اللوحة فاقل من اتناشر ساعة كانت متفاعلة معايا. زي ما اتشايفين الحالة نشيط وعندنا هنا ده الدومين لو دخلنا دلوقتي على الدومين اللي احنا ما اكدناه هتلاقيه تركب عليه الاساسي الخاص بالموقع ده اللي احنا جبنا من خلاله اللوحة اللي هو ده الشكل بتاعه الافتراضي انت ممكن تغيره من الثيمات اللي موجودة جوه وده اللي احنا هنشوفها مع بعضنا ان شاء الله دلوقتي فزي ما انت شايف قدام منك ده كده شكل الموقع بتاعك خلاص? اللوحة الفراعية معاياك او اللوحة اللي انت عملتها هتبقى مشغالة معاياك لمدة شهر من ستة وعشرين اربعة في حالتي انا لستة وعشرين خمسة اللي هي مدة الانتهاء ودي كده منطقة الادارة يعني ايه منطقة الادارة ريال? يعني الادمن ازي تدخل على الادمن الخاص بيك جوه الموقع بتاعك هتفتح كده اه لينك الادمن اللي هو في الاخر يبقى مكتوب كلمة بعد كده طبعا كلمة انت بتكتب بس كلمة دي وهتحط بيانات الدخول اللي انت كتبتها وانت بتنشئ اللوحة الفراعية الخاصة بيك يعني هتحط الادمن وكمان الادمن اللي انت حطيتهم وانت بتنشئ اللوحة خلاص هتلاقي نفسك دخلت على لوحة التحكم اللي زهرة قدامك دلوقتي تعال نشرح دلوقتي لوحة التحكم اللي زهرة دي ونبدأ نفهم كل حتة موجودة فيها او كل خانة موجودة فيها بتتكلم على ايه عشان نبقى فاهمين اكتر زي ما انت شاف قدام منك هنا في الخانة دي انت بتضيف اليوزرز او اليوزرز اللي سجلوا في الموقع بتاعك بيظهروا معك هنا هنا كده الاي دي اللي هو الرقم بتاعهم يعني هنا اللي هو الاسم يعني هنا الايميل اللي هو الايميل هنا اللي هو الرصيد بتاعهم جوه الموقع هنا يعني هم صرفوا ادائيه في الموقع هنا بتاعتهم مفتوح مقفول ايا كان هنا 차ة امتى وهنا يعني دخل على امتى هنالذا اي لو فيه اي ديسكاونت وهنا او له فيه اي خسومات او محاملات او ان كان عم tas هيكون موجود عندك في الخانة دي. عندنا بعد كده خانة اي ديوزر لو احنا عايزين نضيف عضو داخل الموقع بتاعنا وده طبعا الحاجة سهلة جدا جدا. زي ما انتم شايفين هندوس على كلمة من هنا. وبعد ما اندوس على بيقول لك بتاعه ايه? والايميل بتاعه ايه? والباسورد بتاعه ايه? وبعد كده هندوس على يعني لو انت هتضيف عضو عندك في الموقع الموضوع سهل جدا 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 جدا. خلاص? فاحنا فهمنا دلوقتي اول خانة معنا اللي هي كلمة بعد كده خانة يعني لو اي حد داخل الموقع بتاعي وسجل وشحن رصيد وعمل داخل الموقع الاردر بيظهر عندي في الخانة دي. خلاص؟ في الصفحة دي بيظهر معا او الحالة بتاعته هل هي ولا 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 يعني اي حاجة الحالة بتاعته عما تنشغل ولا مش شغل بيتم ولا بيتم مش الكلام ده كله بيظهر معاك في الصفحة اللي قدام منك دلوقتي. عندنا بعد كده طبعا السيرفز دي لازم انت ضائف خلاص الحساب او الموقع اللي هيزحب منه خلاص بتاعتك او بتاعتك. يعني لازم ان تكون ضايف انت الموقع الاتفة بتاعك اللي هو الموقع ده اوه في حالتنا هنا مدام احنا اشترينا البانل او اللوحة الفرعية من احنا الموقع او الحساب الضاف تلقائيا لللوحة بتاعتنا وهنشوفها دلوقتي خلاص. فنخلي خادة واستراض دي الاخر خطوة ان شاء الله نشرحها في الفيديو بتاع النهاردة. عندنا بعد كده تمام دي كده الدفاعات او يعني بمعنى اخر اللي دفع للموقع اليوزر ده دفع قد ايه بالزبط ورسيده قد ايه. وممكن حضرتك تضيف الشخص معين. بمعنى انت عملت خلاص طريقة دفع يدوية اللي هي وهو بعت لك على وقال لك بتاعي جوه الموقع هو محمد الريان. انت بقى هتضف له رسيد منين? هتيجي هنا يا باشا وهتعدل على الاكاونت نفسه هتضف له رسيد. لو انت عاست تضيف اكاونت جديد من هنا. وبتبدأ تحاول اليوزر نين نفسه. يعني تكتبين اسم اليوزر اللي هو قال لك ان انا دفعت لك خلاص. ده ايه? والمسود اللي انت هتختارها من هنا هي بونس ولا فريو. دي طبعا يعني انا مش عارب ايه هي فبصراحة انسيبها زبا هي. انت مش محتاج فيها اي حاجة خلاص. فهنسيب كلمة دي خلاص. هندسكي على و هيتضاف معاك الرسيد باليوزر اللي اه ضاف او بعت لك على طريقة غير الطرق اللي موجودة في الموقع على الطرق المانيوال اللي موجودة معاك زي محفظة تاليان. تمام? نجي بعد كده لي خانة وفي الخانة دي باشا انت بتتبع احصائياتك. يعني ايه? يعني في شهر اللي هو شهر يناير. مسلا انت كان عندك ارباح قد ايه? مش عارف شهر اه فبراير شهر مارس شهر ابريد كل الاشهر يعني بيجيب لك الايام والاشهر بتاعتها وانت بيجيب لك ارباح قد ايه في الايام دي. خلاص? يعني كل يوم كل شهر بيجيجي في كده في النهاية معاك ارباح محترمة جدا جدا. عندك هنا خلاص. دي ودي 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 يعني كل خانة من الخانات دول بتديك احصائيات حاجة معينة. تمام? نيجي بعد كده ودي حاجة كويسة جدا جدا ومهمة جدا جدا. السيم اللي متفعل دلوقتي هو عندنا السيم ده. وعندنا السيم ده. انت بتختار اي سيم انت محتاجه. مسلا انا شايف ان السيم ده كويس جدا جدا. فتدوس كده على كلمة تمام? اتاكتف معنا. اه هنيجي نعمل كده. هتلاقي السيم اتغير معنا بالشكل. ده ده شكل كويس جدا جدا لو انت حابب تبدأ به. فانت عندك تقريبا تلات سيمات تلات اشكال موجودين بشكل مجاني داخل الموقع ممكن تشتغل عليه. طبعا كلمة دي لو في اي فايلز انت هتضيفها في الخاص بالموقع نفسه. نيجي هنا ودي بقى جاخنة مهمة جدا جدا. من انت بترفع صورة مقاسها ستاشر في ستاشر بالبيكسل طبعا. وهي تكون بصيغة يعني اريان يعني بالصيغة دي. الصيغة دي بتعملها على بتعملها او بتحملها عامة خلاص. دي كده بتبقى الصورة اللي موجودة فوق في التاب اللي جنب الاسم بتاعك خلاص. طبعا انت لو ظهر قدام منك التاب هتشوفه لكن انا خايف التاب فبشتظر معك. المهم دي الفيف ايكون. من هنا بتختار الدولة يعني البلد في حالة انا مسلا كايرو بدور على كايرو. لو ملاقيتش كايرو فبختار بلاس تو او بلاس اتنين. ده كده التوقيت بتاعنا احنا هنا في مصر يعني بلاس تو ده خلاص. اللي هو موجود في مصر حاليا يعني. ده النظام اللي احنا شغالين بيه في التوقيت. خلاص. بتسيبها بالشكل ده. او بالشكل ده بروحتك. بس انا بقول لك يعني سيبها بالشكل ده كويسة جدا جدا. وممكن تخليها كده. بس انت لو خليتها كده يعني القصور بيشتبان معاك. الارقام اللي بعد النقطة بيشتبان معاك. فخليك انت بالشكل ده او بالشكل ده. اول او تالت واحدة. خلاص. نجي بعد كده زي ما اتكلمنا كثيرا الحتة دي قبل كده في اكتر من شكل واكتر من سريبت. ولا 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 خليها في تين ساوزنز لا ريال. عشان لو في اي كسور اي ارقام كده بعد الكسر خلاص. تظهر معاك كلها وكملة. تمام? هنا آآ فورمات وبعد كده يعني ايه? يعني الاسم وبعد كده ممكن تخليها والنيم والرات بر هندر. ما عندكش مشكلة. نخليها احنا الريت او الريت والنيم والرات. تمام? ده الاسم بتاع اللي يزر معك. خلاص? ممكن تخليها وممكن تخليها ومعندكش مشكلة. يعني اقصى حد اللي مفتوحة لي تبقى ايه? تلاتة ولا اربعة ولا واحد ولا ان تلا تحددوا. خلاص بتخليها لانت عايز تخلي الناس تسجل عندك في الموقع لو عايز تكفي التسجيل موقعا بتخليها برضو بتخليها او لو انت مفعل الاسم تي بي مش مفعلها فخليها عندك برضو بتفعلها لو انت عندك صفحة خاصة او الكوانين. بتلغيها لو انت ما عندكش كوانين. نفس الكلام. عندك بعد كده بتخليها هنا طبعا واحد وبتجر الكلام ده لو انت عايز تجر اكتر. دي كده يعني الكود الخاص بجوجل. وتقريبا كده يعني جوجل خلاص. بتدسك على بيحفظ معاك الحاجات اللي انت عدلتها. خلاص. نيجي بعد كده انا قلت لك ان انت مدام ياخد اللوحة دي من موقع فانت متاح معاك خلاص الحساب بتاعك جوه بالرصيد اللي متاح معاك جوه الموقع نفسه. خلاص ان شاء الله يحاول اكلم الدعم لو في امكانية ان هما يتيحوا ليك تضيف اكتر من غير البروفايدر الرئيسي. لو ممكن فهينزل. لو مش ممكن فخلاص. انت متاح معاك تسحب الخدمات من الموقع او من حسابك الرسمي جوه موقع بنام انت واخد منه خلاص اللوحة الخاصة به. نيجي بعد كده البيمنس. البيمنس دي بقى انت بتضيف فيها طرق الدفع للموقع بتاعك. هنا كده تمام? وبنختار من هنا كده الطريقة. دي كده يعني الدفع بالدولار باليو اس دي خلاص. دي كده كل الطرق اللي متاحة ان انت تسطبها او تركبها بوابات دفع. يعني شغالة تدفع بيها. تمام? بيقل دولار. وحاجات تانية كترة جدا جدا فيها لشغال في مصر وفيها لشغال في باقي الدول العربية. فحضرتك هتبدأ تسجل في بوابات الدفع المتاحة معاك. وتبدأ تضيف البيانات بتاعتك هنا زي مسلا كاشير. كاشير دي متاحة عندنا تقريبا في مصر. فانت بضيف كده. ومن بتدسك على ادت. ومن ادت من هنا بتبدأ تملى البيانات الخاصة بيك زي. وتبدأ لو في اي بتكتبها هنا. لو في اي كسترا فيه يعني كل الكلام ده انت المفروض تبقى عارفه وفهمه وكواس جدا جدا لما تسجل في كاشير وتتقبل وتضيف زي ما قلت لك البيانات دي. خلاص? احنا كده وليكن ضيفنا كاشير وفعلناها من هنا. خلاص? هنيجب على كده اد بمتمسل تانية وتبدأ تضيف بقى انت اي بوابة دفع تانية. سواء كان على سبيل المسال المتاح هنا او 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 وعندك كتير كتير جدا جدا طرق دفع متاحة بالدولور. وعندك اللي هي الهندية يعني العملة الهندية. واليورو وعندك اللي هي مصر طبعا دولة كده كل الطرق المتاحين في مصر كاشير وجديا تعريبا او المهم يعني كل دي كده بوابة دفع متاحة في مصر. لو انت عايز تدفع من مصر فدي كلها كده بوابة دفع متاحة للمصريين. خلاص? وعندنا في الاخر خالص تحت بعد كل دي دي طرق طبعا متاحة في كزا دولة. خلاص? تحت خالص كده متاح معنا المانوال. لو احنا عايزين نفعل المانوال ده ندفع بدافون كاش على سبيل المسال. هندوس كده على ادت وتبدأ تكتب. يعني المانوال ده ايه? بدافون كاش على سبيل المسال. بي كاش. تمام? وتبدأ هنا دي اللاود وتبتب تكتب البيانات بتاعتك. ابعت على رقم اللا هو اد كده. وفي الاخر هتكلمني على الواتساب. لو انت بتفهمه يعني بتعرف هيبعت فين? ويتكلمك بعد كده بالاثبات ازاي? والكلام ده كله. اخذ دوسك على هتحفظ معك ودوس كده على علاو عشان تتفعل معك. كده احنا اضفنا طرق الدفع في الموقع بتاعك. نيجي بعد كده الاضافات. يعني اضافات الدعم. اضافات الواتساب تقريبا متاح معاك. اهي خلاص. كل دي كده مواقع خاصة بيه الدعم او ومواقع خاصة بالاحصائيات وعندك هنا او البوش او بيه انا في الجيم؟ تمام? فكون ده بتبين له بتضيف بتاعك من الحساب بتاعك اللي موجودة قدام منك دي. نيجي بعد كده اللي هي الاشعارات بتبدأ بتفعلها او تلغيها من الخانة دي طبعا هترجم كل كلمة وتعرف الكلمة دي معناها ايه? وتبدأ تشوف انت محتاجها ولا لا وتبدأ تعدلها وتزبطها من هنا. نيجي بعد كده البونس لو في اي بونس على اي عملية اداع بتضيف كده من هنا وتبدأ تختار طبعا الطريقة للدفع اللي هي متاحة معاك خلاص وتبدأ تضيف لها بونس طبعا دي كده كشير البونس امانت ايه كم في المية خلاص يعني الحد الادنى انا هتفع خمسة دولار يبقى هاخد عليه بونس واحد دولار لو دفعت أقل من خمسة مش هاخد بونس ده بيتكتب هنا خلاص دعيتها انابل ولا دي سيبل دوس كده على اد بونس يبقى انت كده اضفت البونس بتاعك عندنا بعد كده اللي هو يعني وانت بتسجل اه اللي بيزهر ليك اللي مطلوب منك اليوزر نيم الايميل ريكويرد الباسورد ريكويرد والكونفيرم باسورد ريكويرد لو انت عاقس تضيف مسلا على عسابين مثال ركب موبايل دوس كده على اد فيلد وتكتب هنا كده الفون او الواتساب مسلا واتساب وريكويرد ايوة ياس ودوس كده على اد فيلد يبقى انا كده اللي هيسجل لازمة نحط رقم الموبايل بتاعه خلاص انا كده عدلت وزبطت دنياتي يبقى انا كده خلصت انا كده عملت ايه زبطت الموقع بتاعي من اعدادات وزبطت من شكل وكل حاجة نيجي بقى ليه خلاص الخدمات يعني هنبدأ نضيف اد سيرفوسس ولا ام بورد سيرفوسس لو انت هتضيف حاجة يدوي هتدوس كده على اد سيرفوسس لو هاتي ام بورد كل الخدمات اللي موجودة في الموقع ده اللي انت واخد منه يعني دوس كده على تمام وهتختار من هنا ودوس كده طبعا اعلم على الكل يعني انا دعم عايز اعلم على كل حاجة خلاص ده احنا عايزين نعلم على كله طيب فانت في الغالب في الغالب هتعلم على كل دي تمام بالخدمات بتاعتها هتبدأ ان انت تضيف ما يام انا طبعا مش هيه تطول معيكو انا بس بوريك الفكرة مش هي ازاي انت هتعلم على كله يعني فقد دوس كده على ايه على من هنا طبعا كل الخدمات زي ما هي انت بتضيف بقى النسبة بتاعتك بمعنى الاخر انت يعني هتكسب اد ايه في الخدمة دي خلاص اما بالبيرسنت او بالفكسد يعني ايه هزود نص للور على كل خدمة او هزود عشرة في المية على كل خدمة يعني عشرة في المية من السعر الرسمي يعني هزود رقم معين ثابت خلاص من هنا كده ولو عايز ازود خدمة خدمة بزودها من هنا كده والاخر بادوس كده على تمام بيبدأ يضيف معي ايه الخدمات بتاعتي دي الحساب بتاعي او للموقع بتاعي. تمام? تبقى انا كده خلصت وعملت الموقع بتاعي من الاول للاخر. نخلنا كده على تمام? فيها كل الخدمات اللي انا ايه محتاجة ان انا اشتغل عليها. تبقى انا كده خلصت عملت الاسم خاصة بيا عن طريق اللي موجودة في موقع كل حاجة مستضافة كل حاجة موجودة عند انت مش هتتعب نفسك في المتابعة او في الاستضافة او في اي مشاكل تانية. لان كل ده بيتم تصليحه وتصبيته من خلال الخاص بانت عليك فقط خلاص. وتجيب بينات طرق الدفع بتاعتك وتحطها وعليك التسويق بعد كده للموقع بتاعك وخلص الكلام. والحد كده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. كان معكم محمد الريان اي استفسار اي سؤال في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة